اهلا بكم من جديد يثير موضوع حقوق المرأة الكثير من الجدل في الساحة العربية فمع أن المرأة دخلت مضمار التعليم والعمل بشكل واسع خلال السنوات الخمسين الأخيرة إلا أن هناك مظاهر عنف وتمييز واضحين تجاهها ومن أبرز هذه المظاير في المجتمع العربي هو قتل النساء على خلفية الشرف ظاهرة تهدد تماسك المجتمع وتقف عائقا في طريق تقدم المرأة في المجتمع كما وباتت هذه الظاهرة تقلق المجتمع العربي في إسرائيل حيث لا تأبه الشرطة الإسرائيلية للتهديدات التي تتعرض لها النساء مع أن وظيفة الشرطة في البلدات العربية هي منع الجريمة ولمواكبة هذا الموضوع معي في الستوديو الناشط الاجتماعي سيد نهر السكيس مرحبا بك في البداية والحقوق أمير بدران مرحبا بك أريد أن أبدأ معك كيف تقرأين هذه الظاهرة وما هي الأسباب برأيك أولا بمنتهى البساطة بتساءل بتساءل لكل الباحثين الاجتماعيين اللي وكأنه ألسقوا كلمة القتل على خلفية شرف العائلة حين تقتل النساء في أوروبا والسازي وحسب إحصائيات مش إحصائياتي أنا بتعداد كتير أكبر من الوسط العربي يسمى على خلفية إيش رومانسية عشق خيانة ليش خلفية الشرف هاي حطوها على العرب والوسط الإسلامي لو روحت بس على الآية الكريمة اللي بتقول وإن بعض النساء يأتون بفاحشة حقيقي متأسف إنه مش حافظ الآية بالضبط بما معناه خلوهم في البيوت إلى أن يتوفاهم الله أو يجعل لهم مخرجة يعني أكيد فيه هنا شيء مغلوط أستاذي زي ما بقولوها الجملة هاي على خلفية الشرف طب إيش بنسميها في الوسط الأوروبي خلفية إيش في من أعظم البرامج السينمائية والقصصية شفنا فيها جرائم بس بسموها بشكل تاني قالك جرائم العاطفة يعني العشقا بالفراش تتغير الأسماء سيد أمير دائما هناك لوم على الشرطة الإسرائيلية بأنها لا تقوم بما يكفي بهذه القضية والشرطة الإسرائيلية تلوم المجتمع العربي بأنه لا يقوم بما يكفي بمثل هذه القضية كيف تقرأ دور الشرطة بهذا؟ هل تقوم بما فيه الكفاية برأيك؟ اسمه لي أن قبل أن أجيب لك عن هذا السؤال بدور الشرطة أظن أن هناك يجب أن يكون تعليقا ولو بسيط بالأمر الذي ستحت فيه الست الكريمة من السعيد يجب أن نعلم أن هذه الظاهرة التي تسمى بقتل النساء على خلفية شرف العائلة هي ليست ظاهرة محلية هي ظاهرة عالمية وهناك استطلاعات من خلال الأمم المتحدة تقول أن هناك تقريبا ما يقارب الخمسة آلاف امرأة تقتل سنويا في أنحاء العالم على خلفية ما يسمى بشرف العائلة اسمح لي بس في أوروبا شرف العائلة المسمى تاني صحيح أنا أقول ما يسمى أنا لا أقول أن أنا أقول أن ليس هناك أي إمكانية في العالم عند أي إنسان طبيعي أن يجمع هذه الكلمتين سويا ويقول قتل ويقول شرف بنفس الوقت ليس هناك أي شرف بعملية قتل ساء من ساء وليس هذا الموضوع وهناك يجب أن نذكر أن هذا الأسلوب بقتل النساء هو منتشر غالبا في أماكن معينة في العالم وهو منتشر بالذات في جنوب آسيا أو في شمال أفريقيا وإن خصينا في الذكر هناك رقم مثير جدا للاهتمام بأن في البنجلديش وحدها هناك أكثر من ألف امرأة تقتل سنويا على هذه الخلفية ما يعني أن هناك أكثر من خمس من يقتل في العالم كلها من النسبة في بلنجلديش وحدها وبالنسبة للشرطة الإسرائيل أما في إسرائيل وبالنسبة للشرطة الإسرائيل أنا أظن أن هناك تقصير من الجهتين أن هناك سهل جدا للشرطة الإسرائيلية أن تقول أن ليس هناك بإمكانياتها أن تحل غالبية هذه الحالات ويجب أن نعرف أن في إسرائيل مثلا هناك 77 حالة قتل ما تسمى على خلفية شرف العائلة وهناك فقط 20% منها فقط الشرطة تمسك وتحط يديها على الجاني لذلك هذا الرقم هو مذهل وهذا الرقم هو مقلق جدا وقام هناك النائب عضو الكنيسة أحمد الطيبي في سنة 2010 حينما رأينا أن هذه الظاهرة تزداد إشاعة في الأوساط العربية قام باقتراح قانون للبرلمان الإسرائيلي وقال أن ليس ضد هذا القانون بما يسمى أو تعريف حده نفسه أن هذا قتل على خلفية شرف ولم ينجح هذا القانون نريد أن أثبتك طلبنا من أجل هذا البرنامج رد من الشرطة الإسرائيلية على تعاملها مع هذه القضية وجاء الرد حول هذا الموضوع كالتالي يقولون لا شيء يأتي من فراغ والشجرة لا تتعفن إلا من داخلها وأي مجتمع كان هو أدرى بحاله وبأحوال نسائه وأبنائه وبناته وشبانه وشباته الذين هم من بين أهم المسؤولين عن توعياتهم جنبا إلى جنب مع كافة الجهات والأطر كما المؤسسات الرسمية واللارسمية وللتذكير معظم الأبحاث تشير ذات الصلة إلى أن هناك شيئا اسمه المسؤولية الجماعية في مثل هذه القضايا والتي تعزز إمكانيات التغييرات المنشودة جنبا إلى جانب تأكيدنا على أهمية عمل الشرطة وندرك جميعا أن غالبية النساء المعنفات وبالذات قرب الشرائح المغلقة بما فيها داخل مجتمعنا العربي لا يتوجهن لتقديم شكاوهن بالشرطة ولو وافقنا جدلا ما يزعمه ويطرحه البعض من بين صفوفنا بأن ذلك يعود إلى عدم ثقتهن من جد والتوجه الشرطة التي لا تقوم بواجبتها نحوهن إلا أن هذا التوجه مرهون بتخوفات واعتبارات شخصية وعيلية واجتماعية ومادية ليس إلا كيف تقرأين ذلك؟ والله أقرأ أول شيء بوافق نسبيا مع ما يقال حقيقي أنا بقرأ الصورة بشكل تاني أولا يعني أناشط حتى الإعلاميين العرب الإعلاميين العرب بالذات وكمان بالوسط اليهودي زي ما في كتير مصطلحات بحب أن تتغير بحب هذا المصطلح يا ريت يبقى من هذا المنبر أستاذي يتغير القتل على شرف العلا القتل هو قتل سواء قتلت امرأة أو قتل رجل سواء القتل على على أسباب متعددة يعني ما نلزقها بخلفية الشرف على العلا هذا من جهة من جهة تانية أنا بشوف مثلا دولة زي في الكويت متقدمة وإدرة تخسر المشكلة هاي وقلت اعداد آخر مقالة أريتها أقلت اعداد تقريبا في كل العالم قتل النساء هو في الكويت نتيجة لش أولا توعية عائلية تانيا تربية اجتماعية تالتا صار لا يعقد أي مأذون الزواج بدون ما يكونوا الطرفين درسوا دورة معين لمدة أربعة شهر رسمي وضعتها وزارة الداخلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية عجبني حقيقة عجبني جدا يتعلق بدور المجتمع والمسؤولية الجماعية طبيع مية في المية عشان هيك أنا بوافق يعني تقريبا مع كل اللي أردته المسؤولية جماعية مش بس سنين يعني لما يكون فيه توعية أخلاقية اجتماعية ما بين الزوج وزوجته أكيد بدهم يتصرفوا بشكل تاني أكيد نعم وهناك قضية أخرى أردت التعقيب في البداية على التعقيب الشرطة ليس فقط على التعقيب الشرطة أظن أن هناك يجب أن نعلم ما هو الدافع لهذا العمليات الإجرامية والدافع غالبا هو إم إن كان ديني أو كان اجتماعي ويجب أن نعلم أن حتى من الجانب الديني اسمحيلي لا اسمحيلي خليني أخلص حتى في الجانب الديني اسمحيلي حتى في الجانب الديني كان هناك كثير من الشيخ اسمحيلي هل قصخة تسمي ديني لا لا أبدا لو تسمعيني إلى الآخر بتفهم إيش اللي بدي أقوله أنه كان هناك من كبار المفتين وهناك فتوات شرعية تندد وتقول أن هذا العملية هي عملية جريمة ولا يؤيدون أي من هذه الأعمال أكيد بديدي هذا واحد حتى من الجانب الديني هناك رجال دين تندد وتقول لا 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 هذا أبدا ثانيا حتى في المجتمعات الفلسطينية الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية وهناك تم في سنة 2011 الرئيس أبو مازن خدم على قانون يقول فيه أن القتل بما يسمى على خلفية شرف العائلة هو قتل وليس هناك أي تخفيف في العقاب بما بعنى أنها كانت وكأنها كانت على خلفية العائلة هناك لوم على الشرطة بهذه القضية لكن أيضا الشرطة تلوم المجتمع العربي بقضية واحدة وهذا هو إدعاء الشرطة دعنا نقول طالما كان هذا إدعاء الشرطة بهذه القضية بأن المجتمع العربي في حال تمت عملية قتل على شرف العائلة أو عملية قتل أي عملية قتل يتسترون على منفذ هذه الجريمة وهنا تثار مرة أخرى قضية المسؤولية الجماعية لدى المجتمع العربي بالضبط أنا بشوف أن الشرطة نسبيا حقيقي زي في كل الحالات بدون تعاون من المجتمع ككل يعني ما منساعدها حتى في حالات كتير بدش أترك إحنا محصور موضوعنا في القتل على هذه النقطة يعني ما بحبش أستعمل كل جملة القتل على شرف العائلة القتل هو قتل يعني ممكن معلش صرت كتير عشان الرز مش مستوي فصرخ وكانت أخلاقه جدا سيئة فقالت له ليش بتصرخ فرح دربها أسف بالشوبك فماتت يعني على سبيل النقطة وحصلت اللي بدي أقوله أستاذي كمان مرة برجع للتوعية سواء يعني السيد أبو مازن أو النسل الكبار أو رجال الدين اللي لازم يدرسوا هذا الموضوع بعمق برجع بقول التوعية من ضمن التوعية هاي إنه نوعي النساء الكاف الأولاني أنا حقيقة في بعض الكتب اللي قرأتها في هذا السياق بتعدي المرأة من الكاف الأولاني إذا راحت واشتكت ممكن انقلل من نسبة القتل وهذا طبعا مش كلامي هذا طبعا كلام الباحثين علماء الاجتماع علماء النفس يعني بمنتهى البساطة أسف أني أقول مثل بلدي مصري بيعجبني بدون فلسفة في ناس بتخف ما بتختشيش فالكاف الأولاني عند الشرطة بيخليه خاف أنا هذا برأي على سبيل النقطة لكن ألا ترى بأيضا هناك لوم على المجتمع العربي بهذه القضية ليس فقط بالنسبة لقتل المرأة أيضا بالنسبة للقتل بشكل عام والعنف وحتى قضية السلاح بأن هناك نوع من التستر وعدم وجود مسؤولية جماعية وكذا ما ذكرت أيضا بالنسبة للكويت على سبيل المثال المجتمع يقوم بمعالجة هذه القضية ليس فقط السلطة أظن أن هناك بالفعل مشكلة عند المجتمع بالتعامل بشكل عام مع الشرطة كجهاز كجهاز مفروض أن يؤمن يؤمن المجتمع وحينما تتكلم في دولة في دولة إسرائيل في غمارة غالبية يهودية عندما تتكلم عن الفلسطيني الذي هو منتمي إلى أقلية بداخل إسرائيل فمن كون هذا الطابع الأولي فليس هناك تعامل وتيد وتعامل وفير بين الطرفين فأولا هناك تقصير صحيح هناك تقصير من قبل الجالية العربية بتعاملها مع الشرطة ليست كلها ولكن هناك تقصير جدي ومسؤولية جدية على أكتاف الشرطة والشرطة غالبا تتهرب من مسؤوليتها وترمي اللوم على المجتمع وكأنه يجب عليه هو أن يأتي بدورها ونحن نرى هذه الدعاءات ليس فقط على خلفية قتل نساء بل نرىها بشتة جرائم في شتة جرائم التي نعيشها في مجتمعها اليوم يومي نعم كيف برأيك يمكن الحد من هذه القضية فقط جراء دانا نقول السياسة حازمة من السلطات أم بأن المجتمع يقوم بإصلاحاته بذاته أنا بقول الحد من هذا الموضوع هي مسؤولية الطرفين وحسب رأيي يعني الطرف الأول للمسؤول هي التربية أنا أؤمن بالتربية بكل أشكال ها أستاذي يعني التربية السليمة الصحية يعني لو بدي أدخل في مواضيع القتل بشكل عام كل مكان المجتمع أخلاقه أسمى بتكون نسبة القتل والجريمة بشكل عام أوطى بتوافقني ولا لا فالمرجعية التربوية ما هي إلا أخلاق عالية أنت يعني سواء هنا ممكن فعلا وأقولها بكل فخر أني بقول لرجال الدين بالفعل الدين ما هو الدين أخلاق ليس إلا مش لقوص ولا لباس الدين أخلاق وما بعيسته إلا لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم في أخلاق من قلل من الجريمة إذن أنا بناشد من بركابة أستاذي أنا بناشد بالأحرى أكتر ما بناشد الشرطة بناشد وزارة التربية والتعليم لو أعطتنا أكتر لمدارسنا عشان نعمل مشاريع تربوية اتأكد أنه بعد سنوات كل علماء الاجتماع وعلماء النفس حيشوفوا أنه حصرنا وقللنا من الجريمة هي التربية وهي الأخلاق وهي الدين الشرف هو الدين مش الشرف آسفة أنا جدا الشرف مربوط بنواحي معكوس جدا الشرف هو الدعام معي ومعك ومعه نهجة سكيس نشطة اجتماعية شكرا جزيلا لك أمير بدران حقوقي شكرا جزيلا لك عزائل مشاريع نأتي إلى ختام نشرة أخبار اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة